موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة فيها تتابعون يمن مونتر في صنعاء المعالجون الشعبيون بديل عن الأطباء الأجانب الذين غادروا اليمن موسيقى مرور عدن يواصلون الإضراب عن العمل عاقب الاعتداء عليهم موسيقى الجيش الوطني يحرر مدرسة في سرواح استخدمتها الميليشيات كمعمة لتصنيع ألغام لتسعين يوم اليمنيون ممنوعون من دخول أمريكا موسيقى في ظل التحديات القائمة هل ينجح مجلس النواب في الإنعقاد وفي استئناف دوره في عدن يتساءل موقع موقع بوست في صفحة الرئيسية مفيدا أن البرلمان قد يستأنف جلساته في العاصمة المؤقتة عدن وذلك بعد مطالبات ووعود كثيرة بإنعقاده بعد أن ظلت جامدا بموجب المبادرة الخليجية أولا ثم مخرجات الحوار الوطني كما يستند الموقع إلى تصريحات أدل بها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي قال فيها انعقاد البرلمان في عدن سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة ويعاول مراقبون على الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس سواء المهام الدستورية الرقابية والتشريعية في ظل غياب الدولة بالإضافة إلى دعم استعادة الدولة في حين لا يؤمل آخرون كثيرا على البرلمان من معتقدين أن انعقاده لن يكون إلا شكليا ولن يخرج بأي قرارات مصيرية مع قدوم ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح إلى حياة اليمنيين تغيرت الكثير من ملامح الحياة الجديدة وعادت الظواهر القديمة في مجال الطب تشهد منازل وعيادات المعالجين الشعبيين ازدحاما وإقبالا واسعا وفق موقع يمن مونيتر والذي يروي معتمدا على أحد الأهالي القادمين من حجة للتداوي لدى أحد المعالجين قوله لجئت إلى المعالج الشعبي بعد انتشار سمعته في بلادنا عبر الراديو وأنه يقوم بعلاج كافة أنواع الأمراض حتى المستعصية ودون الحاجة للعودة إلى المستشفيات ومضيفا قمت ببيع جزء من أرض الزراعية في القرية وبالاقتراض والآن أقوم بجلسات علاجية تستمر أسبوعين هنا في صنعة وتتفاقم ظاهرة انتشار الطب البديل والمشعوذين في وقت تختفي فيه الكوادر الأجنبية للمستشفيات في الصنعة كما يفيد مدير إدارة العلاج الطبيعي في مركز الأطراف حسن السامع ليمن مونيتر والذي يؤكد أن مغادرة الكوادر الأجنبية العاملة في اليمن ساهمت بتردد الوضع الصحي في المرافق الحكومية وأيضا قبل الخاصة التي يتردد عليها أبناء أكثر المحافظة سعيا في حصولهم على العلاج وأوضح السامع في حديث ليمن مونيتر أنه خلال عام 2014 فقط غادر 25 طبيبا أجنبيا مركز الأطراف والعلاج الطبيعي التابع لوزارة الصحة والسكان بعد أن كانوا يعملون في تصنيع الأطراف الصناعية ما تسبب في عجز كبير وضعف في أداء خدمات المركز وما اضطر المركز أيضا إلى اللجوء وفقا للسامع إلى الدارسين في مجال الأطراف وهي في نظر البعض مغامرة يجب أن لا يفلت هؤلاء الضباط من العقاب لم يضرب رجل المرور بل ضرب الدولة هكذا بدأ وزير الثقافة الأسبق كالد الرويشان مقاله حول الاعتداء على رجال المرور قبل أيام وقال الرويشان واقعة ضرب رجل المرور في أحد شوارع عدن من قبل ضباط قبل أيام وفي عز النهار لمجرد أنه نبههم لأنهم مخالفون تحتاج لوقفة من الرئيس هادي ورئيس الحكومة ومحافظ عدن دلالات هذه الجريمة خطيرة ويزيدها خطورة أنها وقعت في عدن عدن المدينة التي نعرف ونحب لاحظ أن الجنات هنا ضباط رجل المرور هو الدولة في أبسط معانيها وأعمقها في نفس الوقت بمعنى وجوب احترام الجميع لنظام والقانون كمواطنين متساويين أمام الإشارة الحمراء هذه هي الدولة الحديثة باختصار قبل حوالي عشرين عاماً قتل ضابط من الجيش بمسدسه رجل مرور في قلب صنعاء وأمام البنك المركزي بعد مشادات بينهما بسبب وقوف سيارة الضابط بطريقة خاطئة واشتعل الشارع اليمني كما لم يحدث من قبل واندلعت أعنف مظاهرات شهدتها العاصمة في تاريخها واشتعلت بعد ساعات شوارع إب وتعز وذمار وبدأ أن البلاد على فوهة بركان يوشك أن يلتهم كل شيء فقد تم إحرق عشرات المباني والسيارات والحافلات وتكسير إشارات المرور وحتى يتم إطفاء الحريق عقدت المحكمة خلال ساعات وصدر حكم بالإعدام على الضابط الجاني وهدأ الشارع اليمني وكأن مطر نزل فأخمد كل النيران اليوم ضباط ضربوا رجل مرور في عدن وسط الشارع وفي عز النهار بالأمس وقبل عشرين عاما ظابط قتل رجل مرور في قلب صنعاء ووسط الشارع وفي عز النهار أيضا كم هم اليمنيون متشابهون وللأسف أن بعضنا يتعالى ويظن أنه من كوكب آخر تمكنت القوات الحكومية من تحرير مدرسة في سرواح في محافظة مأرب شرق اليمن لكن ماذا وجدت فيها؟ لقد عطرت وفقا لموقع مصدر أونلاين على معمل لتصنيع الألغام داخل قاعات الدراسة قال مصدر في القوات الحكومية للمصدر أونلاين إنهم تمكنوا من السيطرة على مدرسة في قرية نجران في منطقة المحجزة شمال غرب صرواح في مأرب وكانت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح وتظهر الصور التي حصل عليها مصدر أونلاين استخدام ميليشيا الحوثي وصالح لألقاعات الدراسية وطاولات الدراسة في صناعة الألغام والمتفجرات ووثقت منظمات حقوقية محلية ودولية عشرات المعاقين وخصوصا من الأطفال بسبب الألغام التي باتت ميليشيا الحوثي وصالح تصنعها في المدارس يتابع الموقع مذو بداية حروب الحوثيين قبل سنوات حولت الجماعة عشرات المدارس إلى ثكنات عسكرية ومعسكرات تدريب وإلى معامل لإعادة تصنيع الألغام محليا وإلى تطويرها كعبوات ناسفة موقع سبتمبر تتابع للجيش الوطني عنون في صفحته الرئيسية قائلا اللواء ثلاثمائة وعشرة يحتفل بزفاف ثلاثة من منتسبيه وسط جبهة نهم في التفاصيل اللواء ثلاثمائة وعشرة مدرع أقام حفلة زفاف لثلاثة من منتسبيه المنتمين إلى مدرية ريدا في محافظة عمران العرس وفقا للموقع أقيم في منطقة حيد الذهب بفرضة نهم المحررة بحضور قائد المنطقة السابعة اللواء الركن اسماعيل الزحزوح وقائد اللواء ثلاثمائة وعشرة مدرع العميد الركن محمد غالب السوادي وعدد من الضباط والجنود يتابع الموقع لقيت هذه المبادرة حالة من الارتياح في أوساط الجنود والضيوف الذين قدموا لعرس هلال خميس وبلال جعفر وعبد الرحمن جعفر من أبناء مدرية ريدا في محافظة عمران كنت في العاشرة من عمري حين رسامني ناجي العلي ومنذ أن رسامني أول مرة توقف بي الزمن ولم تسري علي السنون بقيت هكذا حنظلت الحائر الذي يرفض أن يكبر بهذا الاستهلال كتبت الروائية والقاصة العراقية نيران العبيدي مقالها المنشور في القدس العربي مضيفة هجر ناجي العلي داره في فلسطين لاجئا إلى لبنان في مخيم عين الحلوة حاملا معه حلم ولادتي رسمني هناك كبر الصغار وشابه وأنا لم أكبر بعد مقتل العلي قتلت ألف مرة وبقيت داخل أرشيف الصحفي والذكريات نادرا ما يتذكرني الآخرون في احتفالات المؤبنين بعدها سرعان ما ينساني العامة لحظت حمامة تحمل غصن زيتون تقف على حافة شباك سمعت هديلها لها نغمة أكاد أعرفها بل أجزم أنها نشيد وطن ظهرت لي أذن حقيقية نبتت من صفحة الورق أدركت أن الصحفة لا تتكلم فقط سمعت عزف مرسيل خليفة رددت مع الحمامة منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كف قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي رتل يا مرتل رتل أيها الحمام صلي واركع من أجل فجر جديد تأسرني تلك الرومانسية الثورية التي كنا نتغنى بها سميح القاسم لم يكتب هذه الكلمات عن عبث هو ابن الثورة وشاعر هذه الأرض أتذكر يوم كانت للبطولة معان وقيم ليلة خالد وبندقية فيروز وأغاني زهرة المدائن ويا جبل ما يهزك ريح الآن ألف ريح وريح أخبرتني الحمامة عن جوع الأسر الفلسطينيين في سجون المحتل وعن أمهات الشهداء الثكالة أخبرتني عن الجدار العازل وعن أطفال بلا منازل أخبرتني كيف تتبدل الكلمات وكيف يتحول اسم المقاومة إلى إرهاب أخبرتني أن القدس لم تعد عربية وربما الأقصى والعصافير والشجن لذا قررت أن أمزق الصحف وأخرج ثانية للعلن أريد أن أكبر أريد أن أبعث الروح أريد أن أكون كائنا فلسطينيا عربيا أصرخ أنا هنا حنظل من جديد أريد وطنا العديد من العلوين البارزة تصدرت الصفحة الأولى في صحيفة الأخبار اليوم منها أبيان غرة جوية تستهدف معسكرا لتنظيم القاعدة بالوضيع شبوة قوة من محور عتق تسلم مبنى المحافظة ومنزل المحافظ للعميد الحارثي سلميا عنوان من البيضاء مسلحون قبليون يتوافدون للمدينة علامات مئة سيارة ويميلون الميليشيا ساعات إلى حضر موت فالمحافظ البحسني يرأس اجتماعا للمكتب التنفيذي رجال المرور في عدن الذين تعرضوا أو تعرض عدد منهم للاعتداء قبل أيام ما زالوا مضربين عن العمل وفق موقع عدن الغد عن هنا فيه زحام مروري خانق في عدن وإضراب رجال المرور يتواصل ووصفا لحال المدينة في ظل الإضراب قال الموقع تشهد مدينة عدن منذ أكثر من أربعة أيام حالة ازدحام شديدة عقب توقف عمل رجال المرور على خلفية اعتداء تعرض له منتسبون للجهاز من قبل جنود أمن وقال مواطنون لعدن الغد إن حركة المرور باتت صعبة ومستحيلة في عدد من الطرق الرئيسية والفرعية والتقطعات بسبب عدم عمل رجال المرور وقال سائق سيارة أجرى لمحرر عدن الغد إنه انتظر لأكثر من ساعة على طول خط يربط بين جولة عبد القوي في الشيخ عثمان وجولة الغسل والنسيج في المنصورة إلى موقع المشاهد نت عنوان بخصوص فقدان إحدى الإعلاميات اليمنية الموت يغيب على أقدم مذيعة يمنية قالت مصادر خاصة للمشاهد نت إن باسو ويدان توفيت في مدينة الإسكندرية حيث إقامتها الأخيرة ويتابع الموقع تعد فوزية باسو ويدان من أقدم المذيعات اليمنية حيث كان ظهورها الأول في تلفزيون ما كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية منذ مطلع الستينيات حتى نهاية الثمانينيات قبل أن نذهب إلى الصحافة العربية نذهب إلى فاصل فابقوا معنا أهلا بكم من جديد إلى العربي الجديد حيث تنقل عن ولد الشيخ كشفه عن مبادرات جديدة لحل الأزمة اليمنية فتقول الصحيفة كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عن مبادرات جديدة لحل الأزمة اليمنية دون الإفصاح عن مضامينها قال ولد الشيخ في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر إنه ناقش مبادرات جديدة للمضي قدما في عملية السلام اليمني مع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتست لموين لكنه لم يتحدث عن مضمون تلك المبادرات وما إذا كانت فرنسا إحدى الدول الخمس الكبرى الراعية للتسوية في اليمن كطرف أو في إعدادها حتى لم يفصح عن ذلك وأشار المبعوث الأممي إلى أنه عقد عدة لقاءات مع مسؤولين رفيعين في قصر الإليزي لمناقشة الملف اليمني معربا عن امتنانه لدعم فرنسا المستمر لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن واشنطن ترصد مكافأة مالية مقابل معلومات عن أبرز قيادات القاعدة عنوان في صحيفة الاتحاد أضف أضف العنوان أن طائرة حربية ألقت منشورات على مدينة عطق عاصمة محافظة شبوة وتعلن فيها عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن أربعة من أبرز قيادات تنظيم القاعدة أحد سكان عطق قال للاتحاد طائرات حربية قامت بإلقاء منشورات على المدينة تطلب معلومات عن قيادات القاعدة مقابل مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين ريال ومشيرا إلى أن المنشورات تضمنت صور زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب اليمني قاسم الريمي وكبير صانعي المتفجرات بالتنظيم السعودي إبراهيم عسيري والقيديين سعد عاطف العلقي وخالد باطرفي المنشورات حددت رقما دوليا وبريدا إلكترونيا لتلقي المعلومات عبرهما وطمأنت الأهالي بأن جميع الاتصالات سرية أول دولة النظامية لليهود على مر أزمانهم هي دولة إسرائيل الحديثة والمقامة حاليا على أراضي فلسطين أما قبل هذا فكان اليهود عبارة عن أقليات يطردون من بلد لبلد يحاربون في كل بلد يقيمون فيه هذا جزء من مقال كتبه أيمن خيري في مدونات الجزيرة وقال أيضا عندما بدأت المحاولات الجدة من اليهود في القرن التاسع عشر لإنشاء دولة دينية قومية يهودية يبدو أن النخبة الذين كانوا يخططون طيلة عقود لإقامة هذه الدولة بتفاصيلها لم يغفلوا ولم ينسوا الماضي المريد لأوروبا في القرون الوسطى من معارك طاحنة بين الطوائف المسيحية مما أدى لانهيار الممالك والإمبراطوريات الأوروبية اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا فحاول هؤلاء النخبة الوصول لمعادلة تحقق السلام في دولة إسرائيل توازن بين العلمانيين والمتدينين المتطرفين وغير المتطرفين بالتالي فإن نظام الحكم حاليا في دولة إسرائيل متوسط بين العلمانية والثيقراطية مع ميل نحو العلمانية بحذر وحرص شديدين لقوة ونفوذ الأحزاب السياسية الدينية التي تسعى لتحويل إسرائيل لدولة ثيقراطية تنتهج من التوراة دستورا وشريعة لها فتميل الحكومة كما ذكرنا نحو العلمانيين تارة ونحو المتدين تارة أخرى وقد تحاول التوفيق فيما بينهم في بعض الحالات السبب الذي خفف من حدة الخلافات الدينية اليهودية الموجودة أصلا وبشدة بين الطوائف اليهودية هو الحروب والنزاعات الخارجية المستمرة مع دول الجوار التي ساعدت على توحيد الصف اليهودي لمواجهة هذه الأخطار الخارجية المتمثلة بالعرب إن قراءة المشهد السياسي الإسرائيلي بأحزابه السياسية الدينية الكثيرة وزيادة نسبة التدين هناك تعطي للقارئ انطباء عاما عن مدى محاولة هذه الأحزاب إقحام التوراة وتعاليمه وآراء وفتاوى كبار حاخاماتهم في الأحداث السياسية وفي عمليات اتخاذ القرار السياسي إذن فالمجتمع اليهودي ودولة إسرائيل يحملان كل مقومات الإرهاب الديني على إخوانهم من نفس الديانة وعلى الإنسانية بشكل عام فلديهم النصوص ولديهم جماعات متشددة ولديهم خلافات قديمة حول تفسير كتبهم الدينية ولديهم فتاوى مشجعة على العنف لكن كما قلنا سابقا فإن وجود العدو الخارجي والحروب والمناوشات المستمرة مع الفلسطينيين أخفت هذه الأحقاد الداخلية مؤقتا بي بي سي تطرح سؤالا من هم الممنوعون من دخول الولايات المتحدة يقول الموقع يقضي القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دخل حيز التنفيذ يوم التاسع والعشرين من يونيو بحظر سفر مواطنين من ستة بلدان ذات غالبية مسلمة هي إيران، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا واليمن إلى أمريكا لمدة تسعين يوما وقال ترامب إن من الضروري حماية البلد من التهديدات الإرهابية لكن المعارضين يقولون إن القرار يستهدف المسلمين بشكل غير عادل تقول البي بي سي أثار القرار التنفيذي لترامب في وقت سابق احتجاجة ضخمة وارتباكا في حركة السفر داخل المطارات لكن المحكمة العليا الأمريكية قضت منذ أيام بتطبيق جزئي لقرار الرئيس من يضغي أحكام المحاكم السابقة وينص قرار ترامب المعدل على إمكانية السماح بدخول مواطن البلدان الستة إلى الولايات المتحدة إذا كان لهم قريب وثيق مثل زوج زوجة أب أم ابن ابن أخ أخت يعيش هناك كما تنص الإجراءات لحظر السفر على أن الجد الجدة العم الخالة العم أو العم ابن الأخ ابن الأخت ابنة الأخ وابنة الأخت لا يصنفون على أنهم من ضمن الأقارب الحقيقيين وفقاً لصحيفة القدس العربي وفي أخبارها الأكثر قراءة فإن شركة فيسبوك أنجزت تجربة ثانية لإطلاق طائرة بدون طيار بهدف توصيل الإنترنت يوماً ما إلى مناطق نائية على سطح الكوكب والطائرة على عكس التجربة الأولى لم تتحطم تعتزم فيسبوك تطوير أسطول لطائرات بدون طيار تعمل بضوء الشمس للتحليق أحياناً لشهور وللتواصل فيما بينها عبر الشعة الليزر وتوصيل الإنترنت إلى الأرض الشركة كانت قد أعلنت نجاح تجربتها الأولى التي أجرتها في يونيو حزيران 2016 بعد أن حلقت الطائرة بدون طيار فوق صحراء أريزونا لمدة ساعة و36 دقيقة أي أطول من الوقت المقرر لها بثلاث مرات وقالت فيما بعد الطائرة تحطمت قبل لحظات من هبوطها ولحقت بها الأضرار وبأحد جناحيها مارتن لويز جوميز هو مدير منصات طيران في فيسبوك قال في تدوينة التجربة الثانية جرت في الثاني والعشرين من مايو أيار وإن الطائرة تحلقت لمدة ساعة و46 دقيقة قبل أن طهبط قرب مدينة يومى في أريزونا وإن أضراراً طفيفة لاحقت بها إلى صحيفة الديلي تيليغراف والتي نشرت مجموعة من الصور المتنوعة تم التقاطها من مناطق مختلفة في العالم نتابع سوية ترجمة نانسي قنقر لم يبقى سوى فقرة الكاريكاتور مشاهدة ممتعة أتمنىها لكم وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر